محاولات دولية جديدة لإعادة مسار العملية السياسية في اليمن هكذا تعود التحركات الدولية بعد تزايد انتقادات الحكومة الشرعية لأداء المبعوث الأممي غريفث ومواقفه التي وصفت بالراضخة لإرادة الحوثيين فيما يخص تنفيذ اتفاق ستوك هولم الحكومة وفي وقت سابق جمدت تواصلها مع المبعوث الأممي غريفث في أعقاب رسالة شديدة اللهجة بعثها الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش يشكو فيها تعاطي المبعوث مع الملف اليمني وانحيازه لميليشي الحوثي فيما وعد غوتيريش في رده على الرسالة بالعمل على تغيير النهج الأممي وطريقة عمله في اليمن الأمم المتحدة وفي تحركها الجديد بعد توتر علاقتها مع الحكومة أعلنت أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روزماري ستتوجه إلى الرياض لبحث الوضع في اليمن وقالت الأمم المتحدة أن روزماري ستلتقي خلال زيارتها مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلم والأمن الإقليميين في الجهة الأخرى من التحركات يبدأ وزير الخارجي الألماني هايكو ماس زيارة إلى بلدان عربية من أجل إجراء مباحثات تتناول عدة موضوعات يتصدرها الملف اليمني مراقبون حذروا من استمرار حالة اللاحل التي عطلت المسارين السياسي والعسكري فاتحة الأبواب أمام الحلول الدولية غير الجذرية التي لا تراعي خلفيات الصراع اليمني وجذوره وأبعاده السياسية والتاريخية حالة من التوتر والإتباس إذن في العلاقة بين الشرعية والأمم المتحدة وهي إشكالية أثرت على مسار الحل السياسي وهمشت الطموحات المجتمعية المطالبة بإنهاء الحرب وإيجاد طريق واضح يحقق السلام